في وسط كل الكلام اللي بنسمعه عن المستقبل والقهرباء والتغير الجزري اللي بيحصل في علم السيارات السؤال الكبير بيفرد نفسه هل فعلاً سيارات البنزين بتموت؟ هل ده وقت نقول فيه مع السلامة صوت المطور أهلاً بيك صوت زنين المحرك الكهربائي؟ ولا في حاجات لسه ماخدناش بلنا منها؟ في الفيديو ده هنخوض مع بعض في المقارنة الشرسة دي بين عربيات البنزين والقهرباء وهنشوف إيه اللي بيكسب من ناحية الأداء والاستخدام اليومي والمصاريف وحتى روح العربية هنتكلم عن أشهر العربيات الكهربائية اللي نزل في السوق وأخيراً هنعمل مقارنة واقعية جداً بين عربية واحدة بس نزل منها إصدارين بنزين وكهرباء فقبل ما يبدأ الفيديو ما ننساش تعمل لايك ولو لسه جديد معنا في القناة اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك الجديد أول بأول ويلا بينا نبدأ عربيات البنزين موجودة من أكتر من 100 سنة اتطورت وتعدلت وبقت أسرع وأقوى وكمان أنضف في الإنبعاثات وبتوفر أداء رياضي متفوق في بعض الحالات لكن في العصر الحالي التحديات بقيت كتير مع دخول العربيات الكهربائية وكمان العربيات الهيدروجينية عربيات البنزين بقت في خطر كبير جداً لكن خلينا في البداية نعرف إيه هي مميزات عربيات البنزين أول حاجة هي صوت المحرك الصوت اللي بيديك الإحساس الحقيقي في السواقة اللي من غيره مش هتحس إنك ركب عربية ودي طبعاً حاجة يصعب التخلي عنها ولماء مركبت عربية كهرباء الصوت دهي وحشك تاني حاجة وهي مدهة طويل جداً زائل كمان إنك سهل إنك تشحن أو تفاول العربية من أي مكان تالت حاجة هي الصيانة المتوفرة في كل حتة عربيتك لو حصل فيها أي مشكلة أنت بنفسك تقدر أنك تصلحها غير كمان إنك هتلاقي قريب منك جداً أماكن للتصليح رابع حاجة وهي التنوع الكبير جداً في الأسعار والفئات دلوقتي إنت تقدر تشتري عربية بالتمن قليل جداً هتكون مستعملة لكن لو فقرت تشتري عربية كهربائية بالسعر ده صعب إن انت تلاقي اللي انت محتاجه وده اللي بيدي أفضلية كبيرة جداً لسيارات البنزين بس طبعاً مع المميزات دي لازم تلاقي عيوب أكبر عيب في سيارات البنزين هو التلوث والإنبعاثات سيارات البنزين بتنتج إمبعاثات كبيرة جداً حتى ولو كانت علب البيئة بتقللها فبرضو الإنبعاثات دي بتظل موجودة وده اللي بيؤدي إلى التلوث البيئي تاني حاجة وهي أسعار البنزين العالية كلنا عارفين إن أسعار البنزين الفترة دي عالي غير كمان إنه في تزايد مستمر ودي قد تكون واحدة من أكبر عيوب عربات البنزين تلات عيب في سيارات البنزين وده برضو عيب قاتل ألا وهو السيانة الدورية كتير لإن إحنا في عربات البنزين بنتطر إن إحنا نغير الزيت بعد فترة معينة كمان لازم نغير فلاتر وبجهات وغيرها من السيانات وطبعاً كل ده مكلف جداً بس هل دي أسباب كافية إنها تخلي سيارات البنزين تموت؟ أعتقد مش بالسهولة دي وتعالوا نعرف إيه السبب العربات الكهربائية دخلت السود بقوة في آخر عشر سنين واللي بدأ كمشروع صغير بقى دلوقتي واقع كل الشركات تقريباً بتجهز لإنها تطلع إزدارات كهربائية طبية ترى إيه المميزات الموجودة في العربات الكهربائية اللي تخلي معظم الشركات تتجه لها؟ أول حاجة وهي التصارع اللحظي عايز أقولك أنت مجرد ما أردوس على دوست البنزين هتلاقي السيارة بتجري منك والمشاهد دي إحنا شفناها كتير جداً دايماً تلاقي السيارة الكهربائية هي اللي بتخطف الطلعة قدام أي سيارة بنزين ودي حاجة بتخلي معظم الفئات تتجه لها تاني حاجة وهي تكلفة التشغيل الأقل تكلفة تشغيل العربات الكهربائية أقل بكتير من عربات البنزين وده لإن شحن العربات الكهربائية أرخص بكتير من البنزين تالت حاجة وهي الصيانة الأقل في عربات الكهربائية ما فيش حاجة اسمها زيت وما فيش حاجة اسمها فلاتر ولا بوجهات ولا الكلام ده كله انت هنا يعتبر ما بتأمنش الصيانة اللي يمكن كل سنة مرة كل سنة تأخذ العربية وتطلع بيها على التوكيل تتأكد إن كل حاجة تمام وبس رابع حاجة وديه الميزة الزهبية عند السيارات الكهربائية ألا وهي إنها صديقة للبيئة بس فيه ملحوظة صغيرة وديه حاجة فيه ناس كتير قوي بتختلف عليها لما بنيجي نقول إن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة إحنا هنا بنتكلم على التشغيل تشغيل السيارة مش بيوزر انبعاثات ولكن لازم نعرف برضو إن تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية مش صديقة للبيئة وده لإن تصنيعها بينتج عنهم بعثات لكن العالم دلوقتي بدأ يتجه لتكنولوجيات أحدث في تصنيع البطاريات وده اللي هيحل المشكلة دي وكمان هيدي رينج أعلى للبطاريات بس طبعا مفيش حاجة فيها مميزات بس السيارات الكهربائية عندها عيوب وقد تكون عيوب قتلة أول حاجة وهي مدها الأقل في عربية البنزين انت ممكن تفاول العربية وتسافر بيها ولا تقلق لكن في السيارات الكهربائية انت ممكن تفاول الشحن وتسافر بيها عادي برضو بس في مشكلة إنك لازم تعمل حسابك على أقرب محطة شحن لإن هنا بتيجي المشكلة الكبيرة ألا وهي إن محطات الشحن قليلة أي نعم في محطات شحن وبدأت تنتشر لكن برضو مش موجودة بكسافة زي كسافة محطات الوقود ثاني عيوب وهو وقت الشحن الطويل إنك تحط منزل العربية لأ وكمان تفاول ده مش هياخد منك أكتر من ديئتين أو خمس دقيق بالكتير جدا لكن إنك تفاول شحن عربية كعربائية ده بياخد معاك أقل حاجة نص ساعة أو ساعة لربع ونص ساعة دي لو العربية فيها شحن سريع وقوى جدا لكن لو كانت العربية كعربا دي عادية جدا فممكن تاخد معاك ساعة ويمكن كمان ساعة ونص وكمان لو كان الشحن مش سريع فممكن يقعد معاك أكتر من كده بكتير وده يعتبر عيب قاتل جدا ثالث عيب وهو البطاريات البطاريات في الساعة الكعربية سعرها عالي وممكن تبقى عيب لو حصل تلف لإن أغلى حاجة في العربية الكعربة هي البطارية فلو البطارية حصل فيها تلف انت كده في مشكلة كبيرة جدا فالعيب ده بيخليك إنك تحافظ على البطارية على قد ما تقدر يعني ما تدسش جمد قوي على السوريتل لإن انت كده هتفرغ البطارية أكتر وهتقلل من عمر البطارية بس مع كل ده التقدم سريع جدا العربية الكعربية كل سنة بتتحسن في المدى والأداء والشحن فتعالوا سريعا كده نتكلم عن أبرز سيارات الكعربية اللي موجودة في السوق حاليا أول عربية وهي الأودي إيترون العربية دي هتلاقي فيها الأناقة والفخامة والأداء لإنها طبعا من أودي وأودي معروفة بكل ده والأهم إنها بتقدم تجربة قيادة مريحة جدا كمان عندك مع شوط الكل لبرش تايكن ودي بقى هتديك أداء رياضي نافس حتى سيارات البنزين وده لإنها تتصارع من صفر للمية في أقل من ثلاث ثواني ثالثة عربية وهي الشاومي SU7 ودي مفاجئة السوق الصيني إن شاومي تنزل عربية قواربها دي حاجة غريبة جدا بس بجد العربية دي مبهرة جدا تصميمها مستقبلي وأداء مبهر مقارنة بسعرها رابع عربية ومش ممكن نقول عربية ممكن نقول شركة لإنها BYD BYD دي الوقت عندها واحدة من أنجح العربات الكهربائية مبيعا في العالم وده لإنك هتلاقي عندهم كل حاجة انت محتاجها وآخر العربية معنا النهاردة هي الأفاتار 12 العربية اللي بتيجي بتصميمي خيالي ومستوى التكنولوجيا عالي جدا العربية دي فعلا تحسها جاية تنافس الفئة العليا كل العربية دي مش بتمثل تطور التكنولوجيا دي بتوضح إن الكهرباء جاية تغزو السوق فعليا تعالوا بقى نخش على آخر حاجة وهي المقارنة والعربية اللي تكلمنا عنها في البداية هي البرش مكان وشميعنا اخترنا البرش مكان لإن البرش مكان منزل منها النسختين وهم هم زي بعد بالزبط بس الفرق إن دي كهرباء ودي بنزين تعالوا في البداية نتكلم عن أداء البرش مكان S اللي هي البنزين بتنزل بمحرك V6 Twin Turbo بتطلع 380 حصان وتصارعها من 0% في 4 ثواني و 8 أجزاء من الثانية لكن المكان EV اللي هي القهربة دي بتنزل بمطورين قهربة بتكون من 470 ل630 حصان وبتتصارع من 0% في 3 ثواني و 3 أجزاء من الثانية هنا بيبان إن القهربة أسرع وفعلاً القهربة أسرع لكن كلنا عارفين إن البنزين بيدي إحساس قيادة مختلف تماماً تعالوا بعد كده ندخل على مدى الاستخدام المكان S اللي هي البنزين بتقطعه 600 كيلومتر وبتفول التانك بخمس دقاية لكن المكان EV لها القهربة مداها من 500 ل 610 كيلومتر وشحنها السريع بياخد من 30 ل 40 دقيقة فهنا طبعاً بيبان إن البنزين هو المتقدم تعالوا بعد كده نخش على الراحة والتكنولوجيا القهربة من غير ما نتكلم معروف إنها أكتر هدوء وستسبنشن بتاعها بيكون أنعم ده لإن معظم العربات الكهربة دلوقت بتنزل بإرس سبنشن ده غير كمان إن شاشات في القهربة بتكون أكبر بكتير لكن سهلة البنزين بتكون راضية أكتر لإنها بنزين طبعاً وطبعاً صوت المحرك بيدي إضافة خيالية لكن لو جنا نتكلم على السعر والسيانة هللا إن البنزين أرخص نسبياً وإنت بتشتري بس تكاليف التنشغيل بتاعته عالية جداً لإن أنت محتاج تعمل السيانة دورية كتير جداً لكن القهربة هتكون غالية عليك وقت ما بتشتري بس هتوفر عليك كتير جداً في الاستخدام ده لإن شحن القهربة رخيص وكمان ما فيه صيانة ولا كتير زيت ولا أي حاجة من الكلام ده فطبعاً نتيجة المقارنة دي إن كل نسخة بيكون لها جمهورها لكن من ناحية الأرقام فالقهربة طبعاً تكسب بس هل السيارات البنزين فعلاً بتموت؟ خلينا نتكلم بصراحة هي قاها تموت بس مش دلوقتي وده لإن السيارات القهربائية بتنتشر بسرعة والبنية التحتية كمان بيتحسن غير كمان إن دعم الحكومات للسيارات القهربائية بيزداد وأكيد هنصل لمرحلة إن السيارات القهربائية هتبقى السائدة لكن لسه فيه وقت قدامها فلو أنت بتحب صوت المثور والتانك والسرعة الرياضية ففيه وقت تعيش ده لكن لو بتفكر في المستقبل والتوفير وصفر بنزين القهربة هتثيق قدامك في الآخر أهم سؤالك تسأله نفسك أنا عايز إيه من عربيتي لإن ده هو اللي هجوي السؤال الأساسية نفسه لو الفيديو عجبك ما ننساش اللايك وسبسكرايب وشاركنا رأيك في الكومنتات هل شايف إنك مستعد لتسيب البنزين وتدخل عالم الكهرباء تستنونا في فيديوهات أكتر عن عالم العربيات أشوفكم الفيديو اللي جاي سلام